قالت الخارجية الروسية اليوم أن الهدف من طرح ما أطلق عليه المشروع الروسي للدستور السوري الجديد هو تشجيع السوريين على بدء المناقشة حول الموضوع وفيما أعلنت موسكو أن الإدارة الأمريكية لم تتشاور معها حول المناطق الآمنة في سوريا أبدأت تخوفها من عواقب مثل هذا القرار على اللاجئين السوريين قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الإدارة الأمريكية لم تتشاور مع موسكو حول عزمها إقامة مناطق آمنة في سوريا فيما دعا بيسكوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دراسة عواقب مثل هذه الخطوة أعرب عن أمله في أن لا يساعد هذا القرار في تفاقم أوضاع اللاجئين السوريين وكان الرئيس ترامب أعلن أمس في مقابلة تلفزيونية عزمه إقامة مناطق آمنة في سوريا قائلا أن أوروبا ارتكبت خطأ كبير من خلال فتحها الأبواب أمام ملايين اللاجئين في ألمانيا وغيرها من الدول من جانبها أكدت المتحدثة الرسمية باسم مزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أنه من الضروري الحفاظ على نتائج محادثات أستان حول سوريا مؤكدة أن موسكو تعمل مع المعارضة السورية باستمرار للبناء على نتائج المفاوضات وقالت الدبلوماسية الروسية أن الهدف من طرح ما أطلق عليه المشروع الروسي للدستور السوري الجديد هو تشجيع السوريين على بدء المناقش حول الموضوع نافية وجود أي مساعي لإجبار السوريين على الدستور الجديد وكشفت وسائل إعلام روسية أن المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري تقترح تخصيص بعض المناصب لتمثيل الأقليات ومن المقرر أن يلتقي غدا الجمعة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع ممثلين عن المعارضة السورية لمتابعة البحث في نتائج محادثات أستانا وتطبيقها وكيفية الوصول لإنهاء الأزمة السورية المستمرة منذ سنوات ميدانيا استعاد الجيش السوري السيطرة على مواقع الحرس الجمهوري في منطقة المقابر على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور بعد طرد عناصر داعش وأشارت مصادر أمنية إلى أن الطائرات الحربية الروسية والسورية تواصل شنغاراتها على مواقع داعش في محيط منطقة المقابر وسرية جنيد على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور